اهلا بكم مشاهدين في سوريا اليوم قوات سوريا ديمقراطية تتخلى عن داعمها بسبب ما قالت انه تقاعص التحارف الدولي في الرد على القصف التركي على مواقعها شرق الفرات وكذلك سكوته من العمليات او عن العمليات العسكرية التركية المرتقبة على مواقع قسل وفي محورنا الثاني لهذه الليلة اشتباكات هي الاولى من نوعها منذ توقيع اتفاق السوتي الاخير بين تركيا وروسيا حيات تحرير الشام بررت هجومها بانه رد على قصف النظام على المناطق المشمولة باتفاق السوتي علما ان هذه الاشتباكات تتم في منطقة لا تبعد عن نقاط المراقبة التركية والروسية اكثر من 2 كيلو متر اعلنت قوات سوريا ديمقراطية وقف عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة على ضيفة الشرقية من نهر الفرات احتجاجا على القصف التركي الذي طال مواقعها في عين العرب وتل ابيض شمال شرق سوريا وسحبت مقاتليها الى مناطق سيطرتها بريف الحسكة قوات سوريا الديمقراطية تعلن بشكل صريح ايقاف عملياتها ضد تنظيم الدولة على الضفة الشرقية من نهر الفرات احتجاجا على تعرض مواقعها هناك لقصف من المدفعية التركية دون ان يحرك التحالف الدولي ساكنا وهو ما ردت عليه سابقا بمطالبة نظام الاسد بتحمل مسؤولياته تجاه الاراضي السورية بحسب بياناتها تصريحات التحالف الدولي تعقيبا على تعليق قصد لعملياتها العسكرية جاءت دون مستوى توقعاتها وبدت وكأنها صادرة من وسيط بينها وبين الجانب التركي وليس حليف من خلال اعلان شوان رايان المتحدث باسم التحالف الدولي ان تعليق سوريا الديمقراطية لعملياتها ضد التنظيم هو عمل مؤقت داعيا الى تهدئة الاوضاع وتركيز جميع الاطراف على هزيمة التنظيم مصادر محلية قالت لتلفزيون سوريا ان قصد سحبت مقاتليها من على خطوط التماسي مع داعش على الضفة الشرقية من نهر الفرات ما استدعى استنفارا لميليشيا الحجد الشعبي على الجانب العراقي من الحدود والتي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع التنظيم فيما لم يجد الفرنسيون بدا من الانسحاب الى داخل الحدود العراقية للمرة الاولى منذ تأسيس التحالف الدولي ونفذ عدة ضربات مدفعية من مدينة القائم الحدودية على مواقع التنظيم في الباغوز تلك التطورات لم تمنع تركيا من مواصلة مطالبتها بانسحاب قصد من مدينة منبيج ملوحة بالعمل العسكري متخذة اجراءات جدية في هذا الصدد من بينها سحب نقطة المراقبة التي تقيمها في قرية الغندورة شرق جرابلوس وهو ما ادى لتجاوب من الولايات المتحدة سريعا مع المطالب التركية بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والقاضية بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في مدينة منبيج المفاعل التركية على الارض لم تقتصر على الجانب العسكري وانما انتقلت لترتيب المرحلة الثالثة من اتفاقها مع الامريكان حول المدينة والقاضي بتشكيل ادارة مدنية من قبل اهلها والتي تمثلت بعقد مؤتمر للفعالية السياسية والمدنية في مدينة منبيج من اجل صوغ رؤية لادارتها بعد انسحاب قصد التطورات العسكرية والسياسية تشيي ان المتبقي من شتاء هذا العام سيكون حارا على المنطقة وسيفضي الى تغيير خارطة السيطرة والتحكم على الارض ولفتح النقاش في هذا المحور ينضم الينا هنا في الاستوديو العميد احمد رحال المحلل العسكري وينضم الينا عبر الاقمار الصناعية حسين العمر محلل سياسي من اربيل وينضم الينا ايضا عبد المنعم عليان ناشط سياسي من جرابلوس عبر خدمة سكايب ورحب بكم ضيوف الكرام وابدى معك عميد احمد بعد القصف التركي هل يمكن اعتبار ان تركيا بدأت فعليا بتنفيذ التوعدات التي كانت تتحدث عنها واخرها كان حديث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان هناك عمليات سوف تكون باتجاه منطقة شرق الفرات مساء الخير تحياتي لك والي استاذ الضيوف مساء الخير لكل استاذ المشاهدين يعني المتابع للوضع في الشمال السوري والتصريحات التركية يجد من ان هناك نبرة صوت بدأت ترتفع من قبل المسؤولين العسكر والسياسيين من نفس الوقت كما قاله خلوصي اكار وزير الدفاع والرئيس اردوغان وبعض القادة او المسؤولين الاتراك يعكس من ان هناك نوع من التوافق الامريكي التركي ومن ان هناك حل حلة في القضايا العالقة ما بين واشنطن وانقرة وجدناها بالقصة برونسون وجدناها بنائب البنك التنفيذي لبنك خلق والموظفين بالسفارة الامريكية وقضايا اخرى وبالتالي انا اعتقد ان مع القصف التركي الذي بدأ والتصريحات التركية لا تحي من ان هناك عملية شاملة يعني التكتيك العسكري لهذا القصف ان نظرنا اليه بهذا الشكل هل يمكن ان يكون عبارة عن تمهيد او ان يكون عبارة عن ماذا ليس تمهيد يعني بمعنى عندما تقول تمهيد يعني هذا العمل سيعقبه عملية تقدم بري وهجوم بري انا لا اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية في وارد التخلي عن الشمال الشرقي السوري التي تعتبره هو البديل للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكب في العراق بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي الشمال الشرقي السوري هو حق غايتين لامريكا الغاية الاولى التعويض عن النقص بالقيادة في العراق الغاية الثانية في سوريا وهو السيطرة على الموارد الاقتصادية المنطقة الشمالية تسيطرة على 90% من النفط السوري 50% من الغاز كامل السلة الغزائية من القطن والشعير والقمح لن تفرط بها الولايات المتحدة الأمريكية وتعطيها لإيران إذن بناء على هذه المعطيات التي تتكلم بها قيمة هذه الضربات أسكريا بالنسبة لتركيا وبالنسبة لأمريكا وبالنسبة لقسد أيضا ماذا تؤثر على قسد؟ يعني ما أدل قوله أن ما هو معروض وهو متوقع أن يتم ضربات جوية نوعية على الحدود التركية إبعاد المليشات الكردية على الحدود تشكيل حزام آمن إبعاد الخطر تشكيل حالة من الأمن والاستقرار للحدود الجنوبية التركية لكن كما قلت لا يمكن أن يكون العمل يتبعه عمل عسكري وتركيا تدريكزال سوف أذهب إلى ضيفنا من أربيل حسين العمر المحلل السياسي سيد حسين برأيك هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن حليفتها تركيا؟ وتقف مع قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد خصوصا بعد القصف الذي تم سأل خير أعتقد المشكلة الحقيقية تكمن هنا بالنسبة إلى قسد قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية تتحالف مع دولة التي هي أمريكا وهلفائها الآخرين هذه الدولة لا تحتفظ فقط بعلاقات استراتيجية مع تركيا وإنما بتحالف استراتيجي مع تركيا وهلف ناتو يمتد لي أكثر من ستة عقود بين الدولتين وموقع تركيا وقوتها وحاجة أمريكا إليها في المنطقة هي مسألة معاقدة بالنسبة لقوات قصدة لذلك هذا هو مصدر القلق المؤشرات المتوفرة حتى الآن لا توحي بأن أمريكا ستتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية بهذه السهولة وستتخلى عن نفوزها في منطقة شرق الفرات نحن نعرف هناك أكثر من تسع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة هناك أمدات مستمر للتسليح والدعم اللوجستي لقوات سوريا الديمقراطية هذه المؤشرات موجودة على الأرض لكن مع ذلك يبقى علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا مصدر خطر دائم على قوات سوريا وعلى كامل التجربة في شرق الفرات أي تجربة الإدارة الزاتية يعزز هذه المخاوف ما حصل من تطور في العلاقات الأمريكية التركية بعد فترة الأزمة والتوتر الذي ساد العلاقات في الفترة الأخيرة تحسنت العلاقات الأمريكية والتركية بعد إطلاق القص الأمريكي الذي كان محتجزا لما يقارب من ثلاث سنوات في تركيا وأيضا نجاح تركيا في إدارة ملف إدلب مع روسيا والدول الأخرى المعنية بهذا الملف عزز النفوز التركي في المنطقة أو المكانة التركية في المنطقة وكذلك القمة الرباعية التي عقدت مؤخرا في إسطنبول هذه العناصر الجديدة تزيد من مخاوف الكرد في سوريا ومن مخاوف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الزاتية وكل المعنين بالشأن الكردي والشأن السوري في شرق نهر الفورات تعزز المخاوف من هكذا والفتور في الموقف الأمريكي من الضربات التركية التي وجهت إلى قرى كردية وكيف يفسر هذا الفتور سيد حسين؟ هذا الفتور تحديدا كان لافت قتلتها طفلة في الثانية العشرة من عمرها سيد حسين هذا الصمت المناسبة لم تكن الضحية يا سيد حسين هذا الفتور الأمريكي الذي ذكرته وهو لافت للانتباه أمريكا وصفها كثير من المراقبين بأن الموضوع لم يكن هناك أي رد وإنما دعت إلى الجلوس أو التفاوض أو الحديث عن هذا الموضوع كيف تصف الموقف الأمريكي بعوجها؟ نعم هذا ما كنت أود أن أشير إليه هذا الفتور هو تعبير عن تحسن العلاقة التركية الأمريكية مؤخرا ويؤشر إلى أهمية تركيا بالنسبة إلى أمريكا ولذلك في هذه المرحلة إذا ظل الموقف بهذا الفتور وظل الموقف بهذه الرخاوة ستسداد المخاوف لدى الجانب الكردي ولدى جانب الإدارة الزاتية التي تمثل كل مكونات شرق الفور سوف أعود إليك على كل حال سيد حسين سوف أعود إليك لكن أريد أن أشير بأن هذا الموقف الأمريكي لن يستمر على هذه الوتيحة يجب أن أنتقل إلى ضيفي من جرابلوس عبد المنعم عاليان بدأت الدوريات التركية الأمريكية تسير في مدينة منبج كما هي الأخبار تتوارد مجلس منبج العسكري أيضا ما دوره في كل ما يحدث بحسب المعلومات لديكم بالنسبة للقوات التركية الأمريكية حين دخلت إلى نقطة أم جنوب مدينة جرابلوس هذا تمهيد لبداية العمل على خارطة طريقة داخل مدينة منبج لكن الأمور ما زالت في ريف مدينة منبج الشمالي هناك نقاط أخرى يجب أن نعلمها جيدا من خلال خارط طريق منبج التي دعت إليها تركيا واتفقت معها القوات الأمريكية داخل مدينة منبج هناك مجلس منبج العسكري الذي هو تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المتمثل بحزب البيادة البيكيكي التي تصنفه طبعا تركيا بالإرهابي هناك شق يجب أن نتحدث به كون هذه الفرصة هي سانحة للتحركات التركية داخل مدينة منبج لكن بالنسبة لمدينة منبج هناك اتفاق يجب أن يكون وليستمر بشكل فعلي لكن القوات الأمريكية تماطل في هذه العملية حتى هذه اللحظة ومنذ قليل أيضا خرجت هذه الدورية من قرية أم مجلود وذهبت باتجاه شمال القرية لتتمركز مرة أخرى ومن ثم ينتهي عمل الدورية المشتركة بين أمريكا وتركيا في هذه اللحظة لكن الساعات القليلة القادمة يجب أن تكون متطورة أكثر سيد عبد المنعم ما هو التعاون الذي يمكن أن يتم بين أهالي منبج ومجالسها السياسية والعسكرية بين القوات التركية وأيضا القوات الأمريكية أن تم ذلك في المستقبل هل هناك حديث عن هذا الموضوع؟ بالنسبة للاتفاق التركي الأمريكي في خارط طريق منبج تحديدا هو العمل على الاشتراك بين مجلس منبج العسكري التابع لقوات قسد ومن ثم مكتب منبج العسكري من الجيش السوري الحر فهذا العمل هناك يجب أن يكون في اتفاق بين المكونين طبعا المكون العربي ما يميل له الجيش السوري الحر ولكن لا يقبل بوجود قوات البيضة يجب أن لا تكون موجودة وهذا الأمر تركيا أيضا تدعو إليه لكن أمريكا تريد أن يكون هناك اشتراك بين مجلس منبج العسكري ومكتب منبج العسكري بالجيش السوري الحر نعم سوف أعود إلى العميد أحمد رحال من المنظور العسكري سيد أحمد كيف ترى انسحاب قوات قسد وتخليها عن مواقعها من نقاط قريبة من القواعد الأمريكية بالتزامن مع القصف التركي يعني جميعنا يعلم أن الاتفاق وقع في شهر السادس عام 2017 في شهر 2018 وكان بمقرر أن تكون مرحلة من خلال 90 يوم بداية أن تخرج البيضة وقسد ومن ثم يكون هناك فترة انتخابات الوئات المتحدة الأمريكية رفضت أن يستولي جيش الحر على مدينة منبج وتركيا رفضت البيضة وبالتالي كان هناك حل وسط من أن تكون هناك سلطة مدنية داخلية تنتخب من الداخل بعيدا عن التحزبات أنا أعتقد أن الحل اليوم لم يكن هو غاية من يحكم منبج الحل كان أن منبج وقعت ضمن سلسلة خلافات وضمن ملف كامل شائك ما بين أنقرة وواشنطن جيمس جيفري كان هو العامل الذي استطاع إعادة الدور التركي وهو المبغوث الأمريكي ويؤمن بالدور التركي في المنطقة وبالتالي أنا أعتقد أن كل الملفات اليوم تم وضعها بسلة متكاملة تم التوافق عليها ما بين تركيا وولاية المتحدة الأمريكية وبدأت الحلحلة هذه الحلحلة أنا أعتقد لن تبقى في مدينة منبج منبج سيخرج منها البيضة قد تبقى فيها النقطة الفرنسية وليس أمريكية فقط هناك نقطة فرنسية قرب منبج تم إنشاؤها وأعتقد أنه قد تبقى برعاية تركية وقد تكون هناك نقاط مشتركة أمريكية تركية في تلك المنطقة مع سيطرة المعتدلين دعني أقول أو أهالي منبج على المدينة لكن بالتأكيد البيضة لن يبقى هذا الاتفاق أنا أعتقد سينعكس إلى شرق الفرار وهذا ما يصرح بيه الرئيس أردوغان ووزير الدفاع من أنه هناك عمليات عسكرية هذه العمليات العسكرية كما قلت هي عملية تشمل الحدود تشمل تأمين ووردت معلومات من أنه هناك بعض الانسحابات لبعض النقاط الكردية من الحدود السورية نحن قادمون على مناطق التصفية النهائية مناطق النفوذ منطقة الشمال الشرقي منطقة أمريكية درع الفرات وغصن الزيتون وإدلب منطقة تركية روسيا لها مناطق إيران لها مناطق وبالتالي اليوم كلا يحصن مناطقه كي يكون شريك على طول الحوار والحل النهائي في سوريا وليس ضيفا ترمى له الفتاة طيب سيد حسين أريد أن أسألك هل تسير الدوريات التركية الأمريكية المشتركة جاء من أجل إرضاء تركيا أو تأجيل عمل عسكر يتم التوعد به من قبل الطرف التركي برأيك نعم هو في جانب منه هو انعكاس لتحسن العلاقة التركية الأمريكية مؤخرا أشرت إلى ذلك وهناك أكثر من نقطة في هذا المجال والاتصال الهاتفي الذي تم اليوم بين الرئيس التركي والرئيس الأمريكي ربما هو انعكاس أيضا في جزء منه لهذا التحسن في العلاقات النقطة الأخرى هناك تفاهم أمريكي تركي حول منبج لا يخفي الطرفان هذا التفاهم لكن هناك اختلاف في تفسير هذا التفاهم وكيفية تطبيقه ولا ننسى أن الرئيس التركي أردوغان قبل فترة قال للصحفين بأن لم يتحرك شيء بالنسبة لاتفاقنا مع الأمريكان في منبج لم ينفذوا أي شيء الآن هناك دفع خفيف دفعة خفيفة من إرضاء تركي بتسير دوريات في مناطق مخيطة بمنبج وليس بطبيعة الحال داخل مدينة المنبج الخلاف الأمريكي التركي يكمن في القوات الموجودة في منبج الآن أمريكا تقول بأن ليست هناك قوات لوحدات حماية الشعب الكردية في منبج هي قوات تابعة للمجلس العسكري في منبج وأيضا وحدات حماية الشعب تقول هذا الكلام والإدارة الذاتية تقول هذا الكلام بأن من يحكم منبج الآن من الناحية العسكرية والأمنية والإدارة المدنية الموجودة هي أبناء منبج من المكونات الموجودة فيها تركيا تصر على إخراج التشكيلات التي تشكلت في عهد الإدارة الذاتية تسيير الدوريات هي خطوة إلى الأمام خطوة ترضية قد نقول من قبل أمريكا لتركيا لكن هل ستكفي خطوة إرضاء تركيا في منبج بغض نظر تركيا عن منطقة شرق الفورات أعتقد هذا مستبعد وتركيا طيلة الأزمة السورية مستعدة أن تفعل كل شيء وأن تبيع كل شيء وأن تساوم على كل شيء من أجل إضعاف الموقف الكردي في سوريا في المناطق الكردية ولم يجري أي تغيير في السياسة التركية بالعكس هناك تصعيد في نبرة الأتراك تجاه شرق سوريا شمال شرق سوريا أي منطقة شرق الفورات والأمر متوقف على جدية الموقف الأمريكي بكل وضوح لا تستطيع تركيا أن تشتاح مناطق شرق الفورات بدون رض نظر أمريكي أو ضوء أخضر أمريكي حسين العمر محلل سياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إربيل وأشكرك أيضا عبد المنعم عليان ناشط سياسي كنت معنا عبر خدمة سكايب من جرابلوس وأشكر لك أيضا العميد أحمد رحال ضيفنا في محورنا الأول وستكون معنا أيضا في المحور الثاني أشكرك الآن وسوف نرحب بك مجددا في المحور الثاني مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة